دارونا هيئة الإنصاف والمصالحة كان عارفو أنه ما تمتط طبيق ديال تشي حاجة مدكشي لقالوب وماشي غرف في القضية ديال الاجهيزة حتى في القضية ديال الدستارة ودى المؤسسة لأنه الهيئة كانت تكلمات على التغيير ديال المؤسسة ما دارو ولو قينا غاديين غاديين فلوقتها حاجة مدرس وكان واحد مسألة لي يخص نشيرو لها اللي ممكن ما نشيروش لها هو أنه منك يكون واحد النظام لي هو في إطار في إطار تغيير والنخاب الحاكمة تكون فعلى الأقل واحد الشق اللي كيكون متشبع بالفكرة دي راتش رخصوك لا ترى ما يبقاش غادي بحلوكار غادي الديناء لما لا يحمدوا عقبه أشتي وقع؟ ولو أنه هاد الأجهيزة والدولة بالعموم والأجهيزة بالخصوص ولو أنه راه إلى جديد شوفرات قدر تدير اللي بغات بالندم تولي تتحفظ شي شوي لكي يولي يدير وقيس ما شمت؟ اللي وقع بعد الوفاة الدين الحسن الثاني وكان شي شوية الحشمة في الأول ولكي بدأ الإنفلات بدأ الإنفلات مع العنيقري ثم بدأنا نظره على الشرطة السياسية اللي هي الآن دبا عندنا دبا الشرطة السياسية في المغرب أرى كان أرى العنيقر أرى مليجي العنيقر أرى بدأنا بدأنا ما أنا بقى نعقل كصحفي كانوا يبدأ بدأنا بدأك شي ديال التهديد وديال التدخلات وديال هذا اللي ما كانش اللي ما عشناش في السنوات الأخيرة الأخيرة اللي حسنتين ما كان نظرش على ثمانينات وما كان نظرش على أول تسعينة نظر على الشرطة الثاني ديال التسعينة فبتلي فبتلي هاد القادية هذه خاصنا لا بدأ نذكرها أنه الدولة المغربية قتلنا أو ديناتنا عطارف را درنا المصيب را قتلنا عباد الله را عبدنا عباد الله وذيك شي ما كانوا يقعوا وهذا الشيء مهم يتناقشوا عليه اليوم لأنه خاصنا نعيدوا النظر فهذا الشيء هي الإصلاحة وهذه الإنصف المصلاحة هذه الألية هذه خاصنا تسألوا من اللي قدمناها وولت عنا اسميته وعامل ديبلوماسي والذي كان نصفته وعباد الله السحر زني وسبن ذكر الله رحمه هذا يمشي للصفارات في العالم يقولون اليوم يشوفوا إحنا كي ولينا وإحنا صافيحنا ولينا بحل ديال ديال أفريقيا الجنوبية ومنضيلا وديس منتوتو وشوفوا أشدرنا إلى آخره إلى آخره خاصنا نسألوا علش هاتش ما أداش لهذه النتائج اللي كانوا يقولوا را غادي تؤدي لها لماذا؟ لأنه بلا ما غادش ممكن خاصنا ديروح القاخرة على الإنصف المصلاحة لأنه ما كانش ما كانش ما كانش العمل الحقيقي اللي كان خاصو يكون ديال المساءلة وديال تحديد المسؤولية حتى المسؤولية الفردية المؤسستية والفردية أنا باقي نعقل تقديم ديال الإنصف المصلاحة الماليك ندروا واحد الخطاب اللي كان بالي أنا أنا ذاك صراحة أنت زي ما فيه إشكال كبير اللي كيقول فيها ما كيش حقيقة وحده كيفاش ما كيش حقيقة وحده واحد يلقل شي واحد يلقلوا مقدروا على الأقل تفقوا على هذه المسألة هذي تكلمتي على عائلة أفريق تفقوا على أنه رعالت أفقير ما تدوهاش التعاليب والشيطين ولا معتش ذاك شيء والعفارة تصممت ما بدوهاش ما بدوهاش ما بدوهاش تفقوا عليه من اللي هو مبدوه من اللي هو يقول لك اللي را تشيد حقيقة راكي ما كيش حقيقة وحده هذي فا إشكال تانيان حتى ذاك النركة كانت تصممت ما حالها ذاك المسائل اللي يمكن أن يتناقشوا عليها هو أنه يا أخي المصاريح الأمن وقالت عنها واحد السياسة التواصلية ذاك شي غريب زي ما أقول له والإشكال السياسة التواصلية كي أعطوا استجوابات ذاك شي ما أعطوها كي أعطو أصحابهم ما عمرنا شفناهم أمام واحد صحفي اللي يجيش ويغا يزييرهم اللي يجيش ويغا يبدلهم الملفات الشائكة اللي يحطوا لهم الميكرو ويجيش ويجيش اللي يترنتباه هو أنه مؤخرا هذا سنتين أو شي حاجة كان أعتقد الاسم تسير ودخيسي اللي يترأس البيجي ومكلف التواصل كان يتكلم ويهضر وصوله الصحفي قال له إذا لم تبدلت وما بقيت هذا قال لي تبدلنا ولكن رخصا نعرفه لماذا ذلك شي كان قبل السيد والتي يبرر ذلك شي اللي يقلنا على الأقل رعا تعرفون هنا أنه مرض المعبض يرجع فيك يقول لك رخصا نقصكم تعرفوا أنه ركنا مواجهين الناس اللي كانوا بغن يطيحوا النظام هذا البشرة اللي كان هضر عليه هذا موجود اليوم هذا الناس اللي كانت تكلموا على اليوم رأى هم اللي يحكموا رأى هم اللي مترأسين هات شي ديال الفكر ديالهم هو رأى يمكن عدبنا وكرفسنا وعلقناه هاته ولكن ركننا في معركة أمام ناس اللي كانوا بغن يطيحوا النظام بمعنى آخر ما متبعين شاي بالمسألة ديال أنه مهما كانت الجريمة ومهما كانت ديال الإنسان اللي أمامك رأى عنده حقوق رأى مكش ديال اللي بغيتي هو بالنسبة ليه المهم رأى هاته تفهمونا لتاحنا رأى كنا أمام ناس اللي كانوا بغيني اللي هو قرر أنهم كانوا بغيني يطيحوا النظام واجمع كل شي في الناس اللي بغيني يطيحوا النظام فهذا المسألة هذه ديال الرجوع الورى ونستحضروا هذه الفترات التاريخية اللي تم تسويق ديالها بواحد شكل اللي ما زال ما على الأسف ما زال الناس المعجازة المحللين المعجازة ديال المغرب وديال برا ما زالوا وما زالوا عاقلين على ذلك شي ديال الأوخر تسعينة والألفينيات ما تستطر معهم؟ كي يقول لي كراها كي يقولك لا ورأى وقع واحد تطور وقع واحد فبالتالي خصنا خصنا نستحضروا أنه رأى داروا لنا واحد الفيلم اسميته لإنصاف المصالحة فرقوا الفلوس على عباد الله وفلوس ديال المغربة ماشي فلوس ديال الجلادين ماخدواش واحد شمية مليون دولار ماخدواش من عند ماش دوشي الفيلات والأراضي ديال الجلادين خداوا من جيوب المغربة من الضرائب ديال عباد الله وعطاوها فعلا العائلات اللي كانت مضرة والناس اللي بتطوره ونبينا عليه السمن مؤسستين تشي حاجة موقعت وباش نطوي هذا الميرف ديال الإنصاف والمصلحة الذي لا يطوع هو أنه كين واحد كين واحد المؤشر اللي هو باديهي وكيبين كل شيء وأنه لم يكن شيئا مماثلة للنجحات وما تمش تغيير النظام المغرب لم يتم تغيير النظام فبالتالي الفشل فشل بين زي ما ما فيش نقاش أنه بشلوه ماذا هو الخطر في الأمر؟ وأنه قلنا للعالم راه درنا شي حاجة دبه هم في بلوم ورا صافي طوينا هذا الميرف ما نعود نرجع عليه راه صافي راه درنا الإنصاف والمصلحة ما بقيناش غادي زي ما صافي راه ذاك شي اللي يقولون دوليان وذاك شي دوليان اللي يدار في أفريقيا الجنوبية وذاك شي اللي يدار في القواطمالة وذاك شي اللي بذاك نرى درنا بحاله ونبينا عليه السلام ندوز الحاجة أخرى ومع ذلك نرى كل حلقة اللي كنجو ندرو في ممكن نرى القصة الأكبر ديالذك شي اللي كنتكلم عليه ومشي حين تعالى من حق التجاه حقوق الإنسان لأنه فعلا لأنه المسألة المتعلقة بحقوق الإنسان عندها أهمية مفرطة في المغرب لأنه كتتم تجاوزات متعددة فهذه المسألة خاصة تبقى خاصة نستحضرها تترى